هذا رئيس الوزراء مهرج وأنا بقول أنه العمر الـ 74 كأنه مأثر عليه هذا يجب أن يتراجع عن قراره بأسرع وقت ممكن مشان ما يودي البلاد لفوضى لا نعرف ما هي عواقبها وإذا كان وطني بكل معنى الكلمة عليه الآن أن يقدم استقالته وخلي عنده شوية احترام من الشعب الأردني أنه سوى قرارات وهذه القرارات كانت جائرة وقرارات كاذبة وقرارات ضد الشعب إذا عنده ذرة وطنية عليه اليوم أن يقدم استقالته رحيس لك الآن المشاهد يقول لك ما البديل يعني ما تقولي بديش أنا أكل ما بدي أكل بس بدي أتعشك بدي أعطيك البديل على رئيس الوزراء إذا ما بدي يفتح ملفات الفساد واتطول أنه يتخذ إجراءات سريعة يعني هل نفتح ملفات الفساد ونرفع الأسعار لا لا ما بدي أفتحه خلي ملفات الفساد يتمشى بالدستور بالضريبة التصاعدية من 25 ل35 لبنوك نزلوا لهم إياها من 35 ل25 شوف أنا مبارك قرأت أحد البنوك ربحان بعد الضريبة صاف الربح 36 مليون عم بتباعد على فكرة لا أنا بقول لك لا لا بقول لك الآن إجرائي بسوي قرارات يقول رفع الضريب التصاعدية فقط وهي نقطة النقطة الثانية الاتصالات هاي التلفونات اللي قاعدين بيعطوها لكل مواطن جاينا من بره بأربع قروش يحكي مع أي بلد ليش يا خوي؟ حط ضريبة عليهم حط ضريبة كبيرة عليها الشغلة الثالثة رفع ضريبة التعدين كيف الفوسفات بتدفع 140 قرش عالطون وثمنه العالمي ب500 دينار ارفع ضريبة التعدين مثل ومثل شركة البوتاس البوتاس الآن رفع عليهم الضريبة بدفع 125 دينار عالطون ليش ما ترفع؟ ليش ما ترفع؟ لأنه ما بيقدر يرفع لأنه في شريك رئيسي هو اللي ماسك الحلقة في شريك المصاري بتتورد له لذلك ما بيقدر حكومة تتخذ قرار 140 قرش ارفعها سويها 50 دينار سويها زي السوق العالمي هذا البوت الفوسفات برصة عالمية يوم ب500 دينار ويوم ب600 دينار ويوم ب300 دينار سوي نسبة معينة على هذا الضريب هذه النقطتين بس هذول الموقفين رفع الضريبة التصاعدية ورفع ضريبة التعدين بتوقع اللي بيحكي عنه والمصاري اللي بديوا عندهم الوطني انتقريت البيان دكتور شوف شو البيان البيان دولة رئيس لأنه ما في طرف آخر عن بيحكي أنا بدي أحاول أكون حيادي حتى ما نكون نحاول كأنه نحاول كن محام الشيطان أنا بدي أحاول أكون حيادي ما هو نحن الثلاثة نحكي ونهاجي ما بيزبطش بدأنا نقص لا نحكي حقاق ما بيحكي واقع ما هو أنت قلت يعني على السن وكذا أنا بحترم سن الإنسان بقول إجراءات واسعة لخفض الإنفاق الحكومي تقليص عدد أعضاء الحكومة لأجل عشرين وزيرا ووقف التعيينات في الوظائفة العليا نقطة ثلاثة تخفيض نفقات مرصودة في موازنة وزارة مالية ووزارات أخرى بقيمة 85 مليون دينار نقطة أربعة تخفيض نفقات الجهاز العسكري والأجهزة الأمنية بحوالي 150 مليون دينار وهنا صار في علاية تحفظ من المسؤولين الأمنيين اللي بيخافوا على البلد تقول لك ابلش كل شيء لا تبلش في الأمن نعم لكن أيضا قال تخفيض النفقات خمسة تخفيض الدعم المقدم إلى الوحدات والهيئات اللي حكومة المستقلة نعم هاي اللي كل واحد يجت عقياس كل واحد أنا بحب تجان فيصل عطيت هيئة وعطيتها راتب 12 ألف وروحي دوخي وجيبي زلمك وصحابك وبلعبوا معك شد وأكلوا البلد هذا وقفها واذا ما وقفها رح نحاسبه أنه وياك رح نحاسبه لأنه حكاها على الهوى الدكتور أربع الحد من سفر الوفود واللي جان الرسمية للخارج وتقليص عدد أعضاها هذا ما بيخرب الميزانية بالله يا سيدي بس أنا بدي أعطيك النقطتين الأولانية بس خانا أقرأ لك الباقي لأنه هذا كتير مهم نحكي تخفيض النفقات التشغيلية بحوالي 15% من المخصصات ترفيني شغل 15% للحكومة يعني أنا وأنت لما نبطل نشوف في قلة دين في تعامل المسؤول ولا أي موظف الآن أنا وياك ها في نور مينا زمينا حالنا وطلعنا فوق إذا تركنا هذا الإضاءة مضوية والكدش المضوي إحنا منكون صرقنا صحيح لحظة لحظة لأوقتنا ثمين خلينا نحن هلأ ما رح ندخل في بيانة تفاصيل هذا خلاص أعطى بعض عينات كحلول بس مش هذا الموضوع مش هذا الموضوع أنا حب أسمح حلول سبت وجاء بدي الشارع لعن بسمعك ما يشوفنا كأنه نحن ننطقد ولا نطع البديل أجمع البديل أقول لك لا أقول لك ليش بدي أكمل لقطة البديل أنا هلأ ما معنية أحط بديل لحكومة قدرت تدفع من قبل وقدرت تكون جزء من ثلاثة من قبل وجمعت نفسات أنا مش دوري أعطيها البديل أنا مش دوري أشتغلها مستشار مجاني خليني أحكيها على بلاطة أنا أول ما أجل ملك عبد الله للحكم بعتلي أخوه علي عرف بيتي وعرف تليفوني وقد بعتلي أخوه علي وقال لي بدنا ننسق معك بده أدعمه وبده أشير عليه بده يصلح كل شي بما فيه اعتراف بتزوير 97 منجحة حقوق كلياتها هذا الكلام بشهد عليه الأمير علي يبدن شهيدة ما رح يكذب وفيه عليه شهود آخرين كثر طلب مدى لما أجيت أنا وأنه في ناس في الأصل لو عرفوا أنه أنا أبصر شو بيسوه فأنا صرت أبعد تكتم وفاكسوا الشخصي وبنصحوا وبنصحوا لا أجينا لقصة الأراضي إياها فأبدي أقول لك بده كان يلسى أقدم نصايح نعم أنا بقولي الأراضي هاي مصيبة هاي لو تفجرت تعالوا ببعث فاكسات بسأل شاط بإسمهم بقولهم والوثيقة جايتني من الحكومة الحكومة بتسرب مش بس على رؤية قبلها سربت فأنا أنا اللي دخل بيتي آمن وإذا عاهدت حدا بموت ولا بكسر العهد فأنا ماشي على العهد وبنصح وبنصح فجأت باعتقالي طب قولي على الأقل فكينا العهد الكارت البلانش والمطنق الحرية العلي أبو الراغب قولي أقلم فيها بدك أنا أقعد هلأ أنصح حكومات التالية كلياتها وكلياتها اشتغنت دخلت طلعت مليارديرية كيف بدك يعني بس هلأت إزعلانة أنا قبل ستة شهر عقد مؤتمر صحفي نعم قلت له بس ليش ما قلت لي إنه يا أخي أنا ماشي على العهد وإنت عم تبعط لي بغريات أنا بطلب أنا بسبفي هل نحن هل أنت الآن تتحدثي بإنفعال أم تتحدثي لا مش بإنفعال بموضوعية لأنه إذا قعدنا أنا ودكتور علي هلأ وحطينا كامل مخطط واتعبنا وتركنا أولادنا وشغلتنا ورزعتنا وعطينا لحكم ومش راح تسوي فيها راح تمسكها وتفتش شو طرق شو طرق إفشالها شو طرق نهب شيء آخر جاي من معونات ولا غيرها ما في النية إلا للسلب هل وصلتي لمرحلة إنه حتى ما تنصحي الخير لا ما راح أنصح إذا بدك يعني مستشار أولا لا لا مش مستشار تجيني علنا مش سجار زي أول أنت جان أنت إعلامي أستاذي قبل ما تكوني نائبة أقول لك شغلي أنت أستاذي خلينا أقول لك حكيتي بالسبعين لكن لستو غابية لا ما بضيع وقت على جهود فاضي اللي بده عنده خمسين ألط مستشار بأرغام خيالية إحنا بدنا نشير عايشي ما راح يطبقوه أنا بس بدي لا ما إحنا على الهوى بالأخير سبط لنلك أنا مشورتي ما تأدي الاعتقالي مرة تانية لأنني زي ما أشرت أول مرة صراحة لا صراحة أدي أقول لك اللي قالهم أستاذ دكتور علي حلول طويلة الأمد بعدين بحط القانون بطبق القانون بجي آخر سنة بحاسب هلأ لما رفعت الدعم عن خبز الناس رفعت الدعم عن وقود الناس عن مواصلات الناس لما رفعت الدعم عنها هلأ أنت أفقرت عدد هائل أفقرت لك مليون ثلاث ملايين خليتهم سكراتش ما بيستنوا عرب الله عرفع الضريبة عن لي ما كانش بدفع ضريبة من عقد كامل وعلي صرأ أموال دولة وما دفعش عقوبة كمان عليها ما بيقدان اللي بدك تعمله هلأ إحنا عارفين الناس الأردن عارفين بعضنا عارفين أبياتنا وجدودنا اللي والده تحظى اللي والده كان شفير كيف صار عنده مليارات اللي والده كان حلاء كيف صار عنده مليارات اللي والده كان جابي محترامنا كل الميهان بحترام الميهان الشفير نظيف نظيف عراسي ولكن لما ابنه وأولادهم وظفي دولة طول حياتهم كيف صار عندهم مليارات بأميركا بتشوف المسلسل لما يصرقوا مبلغ بقولوا للحرامية لا تبدو تصرفوا لأنه أول ما الواحد يبدو يصرف بلد الوفرة بيبين هذا بيبدو يحققوا معه إحنا الأصر بقوم خيالي الجوهات خيالية أنت بتحكي على كندر 450 جزدان ست بـ 12 ألف دولار هذا كله موجود هذا قانونا يبرر أن تمسكه تعتقله الليلة وتقوله تعال منين جبت هذا؟ ونبدأ ندحق بكل شي ونفتش بيته ونشوف شو فيه شمعنا بيت الدهب لأه تمسال الدهب والبقية البيوت مطروكة بتحط إيدك عليه اللي ما بيقدر يبرر لك إيام منين جابه؟ ما الفاسد بالعكس لازم ينسجن عليه ويدفع غرامة مش هدهو قانون من أيلة لك هذا اللي بيحكوا عنه ما رحكوا عنه إشهار الزم المالية كتبت عنه قانون أربع حلقات من مقالات لجنة الحوار ليش ما قلت عنه إخفاء للزمة المالية يعني هما كانوا متبنيون الشتجان يعني موضوع من أيلة لك هذا أنا عرف في أكثر من لقاء كان ما حضرتك والعضاء ولجنة الوطن المتقادرين وكنتوا حطين في أولوياتكو يعني هذا تعرف هذا لو يصير يعني بيشير إشي كبير من أيلة لك قالها أبلغم أحمد عبيدات بالتبانينات وهذا ما قالها حياته العملية كرئيش وزارة من أيلة لك هم؟ إن شألتوها وهاي نصيحتكم وشان هيك أشكلوكم من إيجان تاني سكتوكم أنا أقول شكلوكم إيجان تاني سكتوكم أعلق بس على الموضوع الاستشارة اللي تفضلت في الأستاذ شعب الشي نجيب شي شي لا والله اللي تفضلت في الأستاذ حول موضوع الاستشارة اللي تبتقول قدموها للحكومة ياسيد بشهر ثلاث العام لما قوة الحراك الوطني جلسنا مع الملك في جلسة المتقايدين العسكرية وطرحنا عليه عدة مواضيع ومن ضمنها حلول حقيقية جلالة الملك نعم الفقر والبطالة كيف كان اللقاء؟ أو صفرنا اللقاء والله اللقاء أنه إجي الملك وطلب منه أن نتكلم بصراحة لأنه كانت العام حامي أول بداية الربيع بصراحة وبدو يسمع منه كل شيء بصير في البلد كأخوان سابقين في القوات المسلحة وعطانا دعم معنا في بداية حديثه والأخوان سيحكوا كل واحد شو عنده بوينت حقيقية فمن ضمن المواضيع قلت له يا سيدي إحنا قادرين نحض موضوع الفقر والبطالة فيه عندنا خطة إحنا عملية بخلال ثلاث أربع سنوات ما يظل أردن يعاطنا على العمل أربع سنوات نعم ثلاث لأربع سنوات قال لي كيف؟ قلت له أنا حكيت لرئيس الأركان وهذه بدها وقت أكبر مشان نحكي فيها قال هذا بنهاية حديثه قال بدي الموضوع البطالة بتروحه على رئيس على رئيس الديوان الملكي واللي هو رياض أبو خالد الكرك خالد الكرك نعم دكتور خالد دكتور خالد وقال بتحكوا للدكتور خالد وبدنا نشوفه هذا على الأرض حلو رحنا على الدكتور خالد شرحنا له ساعتين ونبقوا والله أنا ما استوعبته كويس رايحين نجلش جلسة طويلة وأخصلك وقت أكثر وهذاك يوم وهذا يوم هاي صاروا متغيرين ما بعرف كم رئيس ديوان هذا موضوع الدولة موضوع الملك بحكي كلمة موضوع رئيس الوزر هذا كله عبارة عن حكي الهاء ما فيش واحد مهتم في موضوع الوطن من قلبه بدي يشتغل كله بقول لك الوظيفة في ستة شهر شو بدي أوكل منها شو بدي أفعط منها شو بدي أدبر أمور العائلية وأموالي وأشتري شوق أنا ما بصطحني إلا بطلع رئيس وزراء عليه شبهة فساد المنحة النفطية الكويتية بطلع ما خل منها 150 مليون بطلع عليه نبارح بقول الشعب الأردني أنتوا لازم تشدوا البطون وأنتوا أنتوا أنتوا تطلع توجه الشعب الأردني في هذه المرحلة يعني قاعدين على الإعلام بيستفزوا بيجيبونا كل الفاسدين وبطلع ينصحوا الشعب الأردني شو يسوي هذه مأساتنا يا أخي هذا يزيد الشعب تعبئة أنه هؤلاء الفاسدين لازالوا إحنا طلبنا في موضوع رئيسي من الملك قلنا له مبدأ العزل السياسي كل من شارك في القرار وعليه شبهة فساد لا يجوز أن يصبح موظفا في الدولة الأردنية كيف وضح لي يعني هذا ما راح تخلي حدا في الدولة ما يظل ناس في الدولة جيب الصف الثاني جيب الصف الثالث مش معقول زي ما قلت أنت مهم مقادين بتدوروها الدور